السلام عليكم طالبتنا الأعزاء محاضرنا لهذا اليوم أنواع القروض العامة تقسم القروض العامة إلى ثلاثة أنواع قروض داخلية وخارجية قروض اختيارية وإجبارية ونوع الثالثة القروض المؤبدة والمؤقتة نأتي أولا إلى القروض الداخلية والخارجية أريد أن أوضح لكم مفهوم القرض القرض الدولة عندما ترغب بالاقتراض سواء كان داخليا أو خارجيا أو حسب أي نوع من أنواع الاقتراض هنا طريقة الاقتراض كيف تكون الدولة تطرح سندات قيمة هذه السندات تكون بقيمة المبلغ التي تحتاجها الدولة مثلا دولة تحتاج إلى مبلغ 20 مليون ستطرح سندات بقيمة 20 مليون يعني مقسمة على مثلا 100 أو 200 سند كل سند مثلا قيمته 10 ألاف أو 20 ألف أنا كمواطن أو كفرد من أجي أشتري السند حدفع قيمته اللي هي 10 ألاف بالمقابل حسب هذا السند أنه أنا حصل على قيمة السند إضافة إلى الفائدة اللي حضيفها الدولة اللي هي قد تكون 3% 4% 5% هكذا تتم عملية الاقتراض فنأتي الآن إلى أنواع القروض القرض الداخلي والقرض الخارجي القرض الداخلي أي أن الاقتراض يكون من السوق الداخلي أي أن المبتتبين يكونون من داخل حدود الدولة وتكون عملة الاقتراض أو مبلغ القرض بالعملة الوطنية بسعر فائدة مخفض متى يتم الاقتراض محليا عندما تكون هناك مدخرات وطنية فائدة عن حاجة الاستثمار المحلي عندما هناك حاجة لتمويل عجز في الموازنة أو لتمويل مشاريع استثمارية يتم الاقتراض من السوق المحلية أما النوع الآخر اللي هو القروض الخارجية فهنان القرض يتم خارج حدود الدولة أو أن المكتبين الأشخاص اللي حيشترون سنداتهم من خارج حدود الدولة يعني سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو دول هما دول مختلفة أو أفراد من دول مختلفة ويتكون القرض من اسم القرض خارج يكون بالعملة الصعبة بالعملة الأجنبية وهذه القروض تسمى بالقروض السيادية لأن ممكن الدول تستغلها بالسيطرة أو التحكم بمقدرات الدول اللي تقترض من أدهم وهنا الدولة تقترض أما لتمويل عجز أو أن مشاريع الاستثمارية تطلب مبالغ بالعملة الأجنبية بالعملة الصعبة فتحتاج هنا إلى القروض لتغطية نفقاتها ممكن يتحول القرض الخارج إلى قرض داخلي أو العكس إذا كان المكتبين تحولوا أو باعوها مكتبين من الخارج باعوها إلى مكتبين في داخل حدود الدولة أو انتقل الأشخاص من الداخل إلى الخارج فممكن يتحول القرض من الداخلي إلى خارجي أو العكس تماما القروض هذه القروض القارجية والداخلية القروض الاختيارية والإجبارية الأصل بالقرض هو قرض اختياري الأصل بالقرض اختياري يعني أنا الدولة من تطرح أسهم للاكتتاب أنا أكون حرة إذا عندي فائض أو مدخرات أو مكتنزات أو مبلغ ما لي فائض عن حاجتي ممكن أنا أروح أشتري هذا السند والسند بعد سنة سنتيا ممكن يرجع لي قيمتي إضافة إلى الفائدة فالأصل أن القرض اختياري أي أن الأفراد أحرار في الاكتتاب على سندات القرض من عدمه لكن أحيانا الأشخاص قبل الرغبة في أقراض أموالهم إهنانا يشوفون الفرص فعني كفرد أشوف الفرص الاستثمارية المتاحة عندي هل الأفراد ظل أن أدخلوا بمشروع أو أستثمر أموالي بأسهم بمشاريع ممكن لو الفرصة أفضل أن أمنح أموالي للاقتراض وتعود لي مع الفوائد فهنانا لما تكون الفرص الاستثمارية قليلة أكيد حيكون الأفراد يميلون إلى أقراض أموالهم إلى الدولة من أجل تحقيق فوائد مالية متى يكون القرض إجباري؟ أكو عدة أسباب من الأصل هو القرض إختياري لكن قد يتحول القرض الإختياري إلى قرض إجباري أي ممكن تكون الدولة حددتوا إياها أنه بعد سنتين سترجع لأموالي إضافة إلى الفوائد بس ممكن ظروف الدولة تتبدل ممكن مقدرتها المالية أو ظروفها الاقتصادية تكون أصعب فما تقدر تسددني في هذا الوقت فيتحول القرض من إختياري إلى إجباري أي أن الدولة من تلقاء نفسها تحدد لفترة بعد أطول للسداد بنفس سعر الفائدة اللي موجود فممكن يتحول القرض الإختياري إلى إجباري شو في يكون القرض إجباري؟ متى الدولة تجبر الأفراد على أقراض أموالهم إلى الدولة؟ هناك عدة أسباب لهذا أولا ضعف ثقة الأفراد بالدولة لما أن الدولة تكون تمر بأزمات اقتصادية أو سياسية أو تغيير بالنظام السياسي الأفراد ما عندهم ثقة أن الدولة ممكن تكون قادرة على إعادة أموالهم إضافة إلى الفوائد فهنا سيعقفون عن أقراض أموالهم للدولة فيفضلون يدخلوها أو يستثمروها بجهات ثانية أو مجالات أخرى أو حتى اكتنازها وما يمنحوها الدولة هنا الدولة قد تفرض قرض إجباري على الأفراد وأيضا ممكن يكون القرض إجباري وماختياري لما الدولة تريد تحاول تعالج مشاكل اقتصادية مثلا التضاخم التضاخم متى يحصل؟ يحصل لما تكون أكو سيولة نقدية زائدة متقابلها زيادة في المعروض من السلع فش يصير هنا لما تكون أموال أكثر من السلع اللي موجودة هنا شنو اللي هيصير؟ ارتفاع بالأسعار احنا هنقوم ندفع وحدات نقضية أكثر على مود نحصل على السلع عالي يعني المعروض من السلع محدود فهنان الدولة تدخل وفرض قرض إجباري لماذا؟ لأن الدولة تريد تسحب أو تنتص جزء من القوة الشرائية اللي موجودة عدة الأفراد فتفرض قرض إجباري على مود تقطع جزء من القوة الشرائية اللي موجودة لدى الأفراد فهذه الحالة الثانية القروض نوع الثالث القروض المؤبدة والقروض المؤقتة القروض المؤبدة من اسمها مؤبدة مو أن الدولة ممكن ترجع لك الأموال إضافة للفائدة لا المقصود هنا أن الدولة ما تحدد الوقت اللي حتوفي بيه بسداد المبلغ مع الفوائد فلهذا الأفراد يعني كأنما أنا ما أعرف فلوسي شو كنت ترجع لي لأن الدولة ما حددت لي الفترة اللي ممكن تسددني بها أموال المبالغ النقدية إضافة إلى الفوائد فهنان يسموها القروض المؤبدة وبالغالب القروض المؤقتة هي شنوها ثلاث أنواع اللي هي قرض قصير الأجل هنا مدة من ثلاثة إلى ستة أشهر يعني بالغالب ما يتجاوز سنة شنو فائدة هذا النوع من القروض هنا هذه هي سندات خزينة تصدرها الدولة شنو الفائدة من عدها هنا أما تستخدمها لصد عجز مالي مؤقت هذا العجز المالي شو وقت يحصل لما أكو تفاوت بينه النفقات والإرادات العامة للدولة متى يحصل هذا؟ يحصل لما أنا مثلا كدولة نفطية أنا أبيع النفط بالآجل يعني بعد ستة شهر أو أربعة شهر حستلم الإرادات مبيعاتي من النفط الخام اللي أنا بعته خلال هاي الفترة أنا عندي نفقات أو عندي مشاريع استثمارية أو نفقات جارية رواتب زين من أدفعه وأني أحتاج إذن أنا أقترض ومن تجي العائدات اللي أنا متوقعتها من النفط الخام أو خلال فصل الصيف من السياحة من حتى يجيني هالعوائد أنا حسدد قيمة القرض اللي أنا اقترضته هذا نوع يسموها سندات خزينة يعني اقترض سندات خزينة أو ذنات خزينة تكون بسعر فائدة منخفض والقروض نوع الثاني من القروض المؤقتة اللي هو متوسط الأجل والنوع الثالث اللي هو طويل الأجل متوسط الأجل من سنة إلى خمس سنوات وهنا سعر الفائدة يكون متوسط لا هو منخفض مثل النوع الأول القصير الأجل ولا هو مثل طويل الأجل يكون سعر فائدة متوسط أما طويل الأجل فهنا القرض اللي يكون من خزم السنوات إلى عشرين أو خمسة أو عشرين سنة هنا الدولة لازم تمنح على متغري الأفراد أنه يقرضون أموالهم تمنحك سعر فائدة مرتفع يعني ممكن يوصل إلى مثلا كمسة بالمئة أو عشرة بالمئة أو سبعة بالمئة من الأموال اللي ينتح تقربها ممكن الشخص إذا عنده مفتنزات وخلال هذه الفترة يعني يريد يتدخر المبلغ لما أبناء يصيرون بالجامعة أو يدخل المبلغ مثلا لما بعد عشر سنين مثلا يطلع التقاعد أو يستثمرها بعض سنوات معينة بمشروع معينة فأني بهذه الفترة ما أحتاج هذه المبالغ وممكن أقرضها للدولة طمعا بسعر الفائدة المرتفع اللي راح تقدم ليها الدولة هذه الأنواع الثلاثة من أنواع القروضة العامة نأتي إلى الطبيعة الاقتصادية والقانونية للقرض العام أولا طبيعة الاقتصادية للقرض العام بأول محاضرة وضحت لكم المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث وضحنا أنه بالمفهوم التقليدي مصدر إرادات الدولة فقط ضرائع الدولة لا تدخل في النشاط الاقتصادي إلا في أضيق الحدود قلنا الدولة هي دولة حارسة دولة شنوها؟ حارسة مهمتها أمن دفاع خدمات عامة بعض خدمات بعض المرافق العامة الدولة محايدة بالنشاط الاقتصادي هي دولة محايدة ليس لها دور في النشاط الاقتصادي الدولة ليس لها دور بالنشاط الاقتصادي مصدر إراداتها الوحيد اللي هي شنوها؟ الضرائب ليش؟ لأن الدولة قلنا دولة حارسة دولة ما تدخل لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ما الها دور بالنشاط الاقتصادي القطاع الخاص هو اللي يدير النشاط الاقتصادي القطاع الخاص هو اللي يلبي احتياجات المجتمع من السلع والخدمات اللي يحتاجوها فالدولة ما تحتاج أموال وميزانيتها لابد أن تكون بأضيق الحدود ميزانيتها لازم تكون بأضيق الحدود ليش بأضيق الحدود؟ لأن إراداتها ونفقاتها محدودة فما لها دور فهنا الدولة ما ممكن تلجأ إلى الاقتراض لأن القروض بهاي الحالة هي حتنافس القطاع الخاص ومن تنافس القطاع الخاص حتزحمة على هاي الأموال هاي الأموال يحتاجها القطاع الخاص للاستثمار من يحتاجها القطاع الاستثمار وأجي أنا كدولة نفسة وأني كدولة ما حتكون عندي مشاريع ومحل بإحتياجات السوق هنا حيث تقصير بالقطاع الخاص بتلبية إحتياجات المجتمع من السلع والخدمات ليش؟ لأن الدولة نفسدت على الأموال فهنا المفكرين والاقتصاديين كانوا لا يحبذون لجوء الدولة إلى الاقتراض أو إلى الإصدار النقدي الجديد أيضا إصدار النقدي الجديد يعني حسب رأيهم أن الدولة بما أنه ما لها الدور بالنشاط الاقتصاد فهذا الأموال اللي حتصدرها بس مجرد حتساوا بمشاكل وتضخهم لأن ما حتنضخ بالاقتصاد كمشاريع وحيكون إلهدور فلهذا كانت إرادات الدولة الضراءة بميزانيتها لازم تكون أو رفقتها وإراداتها ضيق الحدود دولة ما إلهدور بالنشاط الاقتصادي ما إلهدور أن تحقق أهداف اقتصادية أو اجتماعية هذا الموفق التقليدي المفهوم الحديث للاقتصادين أكد لابد من دور حاسم وضروري ومهم للدولة بالنشاط الاقتصادي الدولة ممكن تكون دولة محايدة الدولة في ظل وجود مشاكل اقتصادية تضخم كساد عجز لابد أن الدولة تدخل في حالة لما تصار سوء أحوال الأمال وبطالة وفقر هنا الدولة لابد أن تدخل لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية لتحسين وضع الأمال لتحسين وضع أفراد المجتمع هنا الدولة تحولت من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي أصبحت دولة تسعى إلى توجيه إراداتها ونفقاتها لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية هنا الدولة تسعى إلى توجيه مواردها لتحقيق التشغيل التام لمعالجة مشاكل البطالة لرفع مستوى الطلب الكلي لمعالجة تضخم الدولة هنا تدخل الدولة تدخل من خلال النفقات ممكن القروض تستخدمها الدولة كعدات من أدوات السياسة الاقتصادية لتحقيق التشغيل الكامل فهنا الدولة تدخل توجيه إراداتها وقروضها لمحاربة البطالة ودعم القوة الشرائية للأفراد ضخ الأموال تشجيع الطلب تشجيع التشغيل لما أنا مشاريع تعمل دون مستوى التشغيل الكامل أنا هنا من أزيد الرواتب وأزيد الأجور للعمال هذول العمال وين ستروح أموالهم سيزيدون من طلبهم على السلع والخدمات من حيزيد الطلب حيزيد شنو عندي بالمقابلة الإنتاج حيصير تحسن بالنمو الاقتصادي حيصير عندي رواج اقتصادي عجلة التنمية الدور بشكل أفضل ينتعش الاقتصاد ممكن أيضاً الدولة هنا تستخدم سياستها أو الاقتراض لمعالجة أو محاربة مشاكل مثل التضخم التضخم شون أحار بقلنا تفرقاني أفرض قرض القرض قد يكون قرض إجباري على متأسحب جزء من القوة الشرائية ليش أسحب جزء من القوة الشرائية لأن عندي العرض من السلع لا يواكب الطلب طلب أكثر الطلب من قبل الأفراد أكثر من الكمية المعروضة عندي من السلع فهنا أنا شأنجأ إلى اقتطاع جزء من هذا الطلب سحب قوة جزء من القوة الشرائية لعيد التوازن ما بين الطلب والعرض على السلع فهنا أنا ممكن أن أحارب التضخم أفوراً بهاي الطريقة هذا بما يتعلق بالطبيعة الاقتصاد الطبيعة القانونية الأصل بالقرض هو شنوه؟ هو عقد عقد ما بين طرفين طرف اللي هم المكتبين الأفراد أو المؤسسات اللي يمنحون أموالهم إلى الدولة مقابل رد المبلغ مع الفوائد والطرف الثاني اللي هي الدولة اللي تلتزم اللي تحصل على القرض وتلتزم برد المبلغ مع الفوائد استمات القرض بالوقت الحالي أن القرض يعقد باسم الدولة القروض لا تعقد باسم رئيس معين لماذا؟ لأن الرؤساء يتغيرون والدولة ثابتة الدولة ما تقدم ضمانات مشاريعها وإنما تضمن من خلال مواردها ممكن أن تقضي قيمة القرض القرض الآن قلنا هو بشكل سندات سندات تعطى للمقرضين يعني كشخص أقرضت الدولة أموالي فالدولة بالمقابل حتى تطيني سند قيمة هذا السند أنا حاصل على أموالي إضافة إلى الفوائد القرض طبعا يخضع الأحكام القانون العام لماذا أن القروض الضرائب تصدر بقانون من قبل السلطة التشريعية أو البرلمان لماذا القروض أيضا لا بد أن تصدر بقانون لماذا تصدر بقانون لماذا تقدر السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة تصدر القرض الضرائب ممكن نعود إلى السلطة التشريعية أو البرلمان لإصدارها أو الموافقة عليها أو منح إجازة إلى الحكومة بتحصيلها لماذا القرض ممكن السلطة أو الحكومة أو السلطة التنفيذية هي اللي تحصل على قيمة القرض أو تحددها لعدة أسباب السبب الأول من أجل أن السلطة التنفيذية ما تستغل ما تستغل ما تستغل أنه الدولة مطيتها إذن بالاقتراض أو صلاحية بعقد القرض أنه وقت ما البرلمان ما يوافق للحكومة أو السلطة التنفيذية على المبالغ اللي تحتاجها أو اللي تريد البرلمان يجزلها تحصيلها ممكن أني أوكي البرلمان موافق لي على هذه المبالغ أو تحصيل هذه الإيرادات في هذه الطريقة ممكن أني أجأ إلى القرض فممكن هذه الجزئية أنه تكون متاحة للسلطة التنفيذية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية سبب آخر السلطة التشريعية إذا منطل صلاحيات للسلطة التنفيذية بتحصيل الأموان وفق ما ترغب إحنا ما هيكون إلها دور بالرقابة أو الوقوف على الموقف المالي للدولة أنا كبرلمان كممثل للشعب كسلطة تشريعية كأعلى سلطة بالدولة أنا لابد تكون عليا دور أو معرفة بالموقف المالي للدولة عجز الفائض جد الإيرادات جد النفقات مدى حاجتها للقرض أوجه أنفاق هذا المبلغ اللي حتى اقترض شنو المشاريع اللي حتى تنفق عليها فهنا لابد من عودة الصلطة التنفيذية أو الحكومة إلى البرلمان من أجل الحصول على قيمة القرض أكو مجموعة من الآراء للفقهاء هذه الآراء شكرا تقول أن القرض ممكن بما أن هو يصدر بقانون يلغى بقانون أكو رأي ثاني للفقهاء شي يقول يقول لا هي من ضمن عمال الدولة السياسية أني ممكن الدولة تسعى لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية فممكن تغير شروط القرض وفق متطلباتها أو احتياجاتها والرأي والرأي الثالث يقول لا هو عقد ما بين الطرفين يضمن التزامات وحقوق بما أن المكتاتبين التزموا بتقديم أموالهم إلى الدولة فمن واجب الدولة رد المبلغ إضافة إلى الفواعد والرأي الأصح هو الرأي الثالث ليش؟ لأن إذا قلنا القرض هو عمل قانون يصدر بقانون ويرغى بقانون فهنا الدولة ستفقد ثقة الأفراد والمواطنين بها وإذا قلنا هي من أعمال الدولة السياسية اللي ممكن تغير الشروط هنا أيضا سيفقد ثقة الأفراد بمقدرة الدولة أو كيف أثق بدولة ممكن تغير الشروط وممكن أموالي ما تردليها بالوقت المحدد وممكن ما تردليها بسعر الفائدة اللي متفق عليها أو تغير بالشروط أو تقلل بقيمة السعر الفائدة فإذن الرأي لا صح للفقهاء أنه هو عقد يترتب عليه التزامات و امتيازات هذه بما أنه المكتبين التزمعوا بتقديم أموالهم فالدولة لا بد على واجبة تقديم الامتيازات من أموال ومن السعر الفائدة إلى المكتبين اللي اتفقوا إياها أو وافقوا على منح أموالهم هذه محاضرة من هذا اليوم إن شاء الله تكون واضحة محاضراتنا القادمة التنظيم الفني للقرض العام